اهلا بكم وفي عناوين الساعة الاخيرة لهذا اليوم في عيد الشهداء تاريخ تضحيات يتجذر في الحاضر ومسيرة وعطاء لا تنضب الجيش العربي السوري سيطر على مرتفع الرجم العالي شمال جبال الشمرية في ريف حمص الشرقي والقوات العراقية تواصلوا عملياتها في مدينة الموصل وتحقق مزيدا من التقدم بمواجهة ارهابي داعش الساعة الاخيرة بدأت اهلا بكم حياكم الله احتفلت القوات المسلحة بمختلف صنوفها بعيد الشهداء الذين قدموا ارواحهم في سبيل الوطن وسيادته واستقلاله مؤكدين ان الدفاع عن الوطن اولوية لا تتقدم عليها قضية اخرى احتفلت القوات المسلحة بمختلف انواعها وصنوفها بذكر عيد الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل رفعة الوطن وعزته وكرامته والقى قادة الوحدات وتشكيلات العسكرية بهذه المناسبة كلمات استعرضوا فيها بطولات ابناء شعبنا الابي في التصدي للمستعمر والذين اثبتوا عبر التاريخ تمسكهم بخياراتهم الوطنية ورفضهم الاملاءات والتدخلات الخارجية مشددين على ان ما يبذله الشعب السوري من تضحيات ما هو الا ترسيخ حقيقي لقيم الشهادة والبذل والعطاء التي يبديها الجيش العربي السوري في محاربة الارهاب حتى القضاء عليه وأشار القادة الى ان الحرب الارهابية التي تتعرض لها سوريا ستمنى بالفشل والهزيمة لأدواتها وداعمها ورعاتها تضمنت الاحتفالات تنفيذ عروض وتدريبات عسكرية في عدد من التشكيلات والمنشآت التعليمية كما قام قادة المناطق العسكرية بهذه المناسبة بزيارة مثاو الشهداء ووضع أكاليل من الزهر باسم الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة وأدوا التحية الرسمية بعد ذلك قام قادة المناطق بزيارة الجرحة في المشافي العسكرية للاطمئنان على صحتهم واستمعوا من الكادر الطبي والتمريضي عن الخدمات التي تقدم للجرحة كما تم بهذه المناسبة تنظيم العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية وقام اللواء قائد المنطقة الوسطى بتدشين نصب تذكاري للشهداء في قرية الزيارة بريفة الكلخ تخليدا لذكرى الشهداء التي ستبقى محطة هامة من محطات المجد في تاريخ شعبنا المكافح وبهذه المناسبة شخصيات رسمية والشعبية زارت مقبرة الدحداح بدمشق حيث تم وضع أكاليل الورود على أضرحة الشهداء وقرية الفاتحة على أرواحهم الطاهرة بمناسبة ذكرى عيد الشهداء زار محافظ دمشق بشر الصبان وأمين فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان مقبرة الدحداح ووضعوا أكاليل الزهور على مرقد أبطال ضحوا بحياتهم لأجل الدفاع عن سوريا هذا اليوم نعيش حرب كونية شرناها دول أقليمية حكومات دول أقليمية بالتعاون للأسف مع حكومات دول عربية ومسنودة من قوى دولية ضد الشعب السوري هدفها تفتيت هذا الشعب وتقسيم سوريا ولكن اليوم بطولة هذا الشعب وبطولات الجيش العربي السوري وتضحياته وما قدموه جهداء أمتنا اليوم هو الذي دافع عن وحدة سوريا ودافع عن الشعب السوري نضال مستمر وينضق المنجيل إلى الجيل بهذه المناسبة نقل إجلالا وأكبارا لأرواح أولاء الأفضل الذين أبوا إلا أن تكون سوريا عزيزة شامخة وأن يكون شعبنا بعيدة وكرامة الشهداء بذلوا أرواحهم دفاعا عن عزة وكرامة الوطن وهو ما يؤكده السوريون من خلال تقديرهم لتضحيات الذين ساروا على درب التضحية والفداء وفي ريفي دمشق أقيمت فعالية في مقبرة الشهداء في نجهة ضم الذوية الشهداء لتهنئتهم في عيد أبنائهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس فداءا للوطن وذلك بحضور محافظ ريفي دمشق وأميني فرعي ريفي دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي فعالية في مقبرة الشهداء بنجهة كانت عنوانا ضم تحت رايته ذو الشهداء لتهنئتهم في عيد أبنائهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس فداءا للوطن وذلك بحضور محافظ ريفي دمشق وأميني فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي جئنا لنقف إجلالا واحتراما واكبارا لهؤلاء الشهداء ومن هنا نقول لهم ونعاهدهم أن ناس مستمرون في طريق الشهادة حتى النصر تحت راية السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ونحن الآن سنلتقي بأسر هؤلاء الشهداء الموجودون هنا لنقدم لهم ما نستطيع من خدمات نحن موجودين نحن أبنائهم هنا سنقدم لهم كل ما يحتاجونه بإذن الله شهداءنا هم الذين رسموا طريق الصمود وطريق النصر لهذا الوطن الرحمة والخلود لهم وها نحن اليوم نحيي هذه الزكرة السنوية بمناسبة عيد الشهداء مع الشعب السوري الوفي الشريف الذي قاتل مع الجيش العربي السوري إلى جانب هؤلاء الشهداء الذين رسموا لنا هذا الطريق تحية الإجلال والإكبار لهم والتحية الكبرى والعظيمة لعائلاتهم الذين هم كانوا أكرم من ععطى وأكرم من ضحى وأكرم من قدم لهذا الوطن نقول لهم لو لا تضحياتكم الغالية لما وصلنا إلى هذه النقطة من الصمود والتصدي في وجه العصابات الإرهابية المسلحة هذا المكان الطاهر الذي يضم بين جنباته رفاة شهداء الوطن منذ حرب تشرين التحريرية الذين قال عنهم السيد القائد المؤسس الخالد حافظ الأسد أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر نقف وقفة إجلال وأكبار لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل سوريا والوطن ونحن اليوم كعادتنا في كل سنة نقوم بالاحتفال بهذا اليوم عبارة عن رد جميل لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بكل ما يملكون بدمائهم بأنفسهم من أجل حياتنا من أجل بقائنا في عيد الشهداء تخشع القلوب وتكسر حروف هجاء الركوع وترفع حروف الشموخ عاجزة عن وصف كلمات تليق بشهداء الوطن أحب هني أمهات سوريا وزوجات الشهداء كلها بعيد الشهداء وبنقول لهم إن شاء الله إيد وحدة ومعا لطرد الإرهاب والتكفيريين من سوريا وحيرجع العالم السوري بدماء شهداء إن شاء الله يرفرب فوق سمع سوريا لأبيه الله يرحم الشهداء ويحمي الجيش العربي السوري الله يرحم كل الشهداء أنا الشهيد العشق زر ضمه قلب الذي هجر الحياة ولازب الأوطان وطن من الياقوت قد ترابه والورد فيه معتق الألوان لقد كانت الشهادة دائما السلاح الأمضة في مقارعة أعداء الأمة هذا ما جسده أبناء الوطن السوري ومضوا فيه ليعيدوا كل شبر مغتصب ويردوا كل من حاول المساس فيه أهلنا في الجولان السوري المحتل يحيون ذكر عيد الشهداء ونساء الجولان يقمنا معرضا خصص ريعه لأسر شهداء الجيش العربي السوري أحيى الأهل في الجولان السوري المحتل ذكر عيد الشهداء تخليدا لتاريخ شعب أبي لم يبتلع ثمرة الظلم ولم يقبل قيد العبودية أو الصعمار ولم يهادن محتلا أو ظالما وكانت هذه الأرض على الدوام مأوى الثوار ومخزن الأحرار ويوم السادس من أيار يختزن في رمزيته كل هذه التضحيات هذا اليوم نفتخر فيه ونعتز بأرواح شهداءنا الأبرار الذي ضحه في سبيل كرامة هذا الوطن وتحية إلى جيشنا العربي السوري البطل الذي يضحي ويدافع وينتصر الله ينصر وطننا ينصر جيشنا على هالظلمة الكفرة اللي اعتدوا على أرضنا وعلى عرضنا نطلبنا الله النصر للوطن على هامش هذه الذكرى الخالدة أقامت مجموعة من نساء الجولان السوري المحتل معرضا خصصة لهذه المناسبة حيث سيعود ريع الأعمال المعروضة لإصار شهداء الجيش العربي السوري حاولنا نعمل يوم تطوعي نعمل شعار الجيش اللي هم نتخر فيه نحنا ويكون موجود بكل بيت وريعوا طبعا بيروح لذوي الشهداء بما أنه اليوم بصاري في ستة أيار عيد الشهداء هذا أقل شيء يعني لو بصرنا ألوحنا ودمنا وأطفلنا نقدمهم لسوريا ما نقصرش في السادس من أيار علق السفاح جمال باشا رقاب الأحرار المثقفين والسياسيين العرب في دمشق وبيروت على أعواد المشانق ولكنه لم يستطع أطفأ حمية هذا الشعب وشعلته الملتهبة فإذا به ينطفض في كل مكان مطلقا صرخة الحرية وما هي إلا أشهر معدودة حتى أطيح بالمستعمر القديم ولكن مستعمرا جديدا فرنسيا كان يتربص بهذه الأرض وأهلها الدوائر لطالما كانوا الشهداء جسر عبور لأوطانهم نحو مستقبل كريم وخير دليل على ذلك ما يقدمه أبطال الجيش العربي السوري من تضحيات جسام للإخبارية السورية عماد المرعي الجولان السوري المحتل وعلى امتداد مساحة الوطن يؤكد السوريون في جميع المحافظات اعتزازهم بشهداء ويحيون تضحيات الجيش العربي السوري الذي يكمل مسيرة الأجداد في الدفاع عن الوطن شهداء هم أكرم في الدنيا وان بين البشر ونحن قدمنا شهداء كل كرمال بلدنا سوريا الحبيب قدمنا الكثير ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم الأكثر من أجل أن يبقى العلم السوري مرفرفا فوق أعلى القمم نحن قدمنا شهداء وراح نقدم شهداء أكثر وسوريا تستهل أكثر شهداء لمشاعر النور لحنا قدمنا شهداء في سوريا وراح نظل نقدم شهداء ولحنا كنا مشاريع شهداء لأن الأرض تحتاج دم وتراب البلد تحتاج دم وإن شاء الله كل هذا نسير على الخطأ وطبعا البلد بلدنا وإن شاء الله نذارف عنه بكل ما يأتينا من قوة زرعنا أشجار ولادنا هني أشجار بهذا البلد ومستحيل تنقطع أو تنشال دمات ولادنا سقوا أرض الأرض سوريا سوريا الحبيبي اللي نحن منفتخر فيها بتمنى يعني كل إنسان عنده أمني قلت له إه قال بتمنى بس أنه يجبوني ظلغطيلي وظلغط له الحمد لله اللي تمناه الله عطايا الحمد لله اللي عطا أكبر نعمي لحنا مقول الحمد لله يطعمنا ما طعمه الشهداء نسور فوق سمى الوطن هني اللي حموا الوطن وحموا تراب الوطن اللي يستشهدوا وروى دموا بأرض الوطن حمى الأرض والعرض هذا ما في شي بيعادلوا بالدنيا هذا قمة القيام نحن نعتبره الله يرحم كل الشهداء ذكرى عيد الشهداء نذكر الناس اللي يضحوا بأرواحهم اللي بزلوا دمهم في سبيل هالوطن هذا مفروض يضلوا بذاكرتنا دائما رحمة الله على شهداء الجيش العرب السوري والشرفاء هالوطن كمان الله ينصر الجيش العرب السوري يضل الشهيدة ورمز رمز كبير للوطن نترحم على كل شهداء سورية ونقول هني نقدموا كتير الغالي وما فينا يعني مهما حكينا ما فينا يعني نرسيهم بأي موضوع لأنه اللي قدموا كتير شي غالي رحمة الله الشهداء والله شافي المرضى وينصر الجيش العربي السوري يرحم كل شهيد ويصبر إمهاتهم ويصبر إمهاتهم ويصبر نسوانهم وإلهي ربي رحمة الله يعلينهم طول عمرهم والزمان خلوا يخلينا الجيش العربي ويديموا وينصرنا على البعاد السورية نقدم أسمى آيات التهاني والتبركات لشهدائنا لأهالي شهدائنا لأمهات شهدائنا نعظم هذا العمل الكبير نحن صامدون سوريا لن تركع ولن نضيع أي قطرة من قطرات دماء شهدائنا الأبرار قدم زوجي دموا مشانها الوطن وإن شاء الله بترجع سوريا مثل مكانت يا رب بهمتها الجيش وبحب عيد كل الجيش وإن شاء الله بترجع سوريا مثل مكانت يا رب نقدمت ابني في ذا الوطن مشان سوريا ترجع مثل مكانت وإن شاء الله دموا ودمها الشهداء ما رح يروح حدر وسوريا منتصرة بعون الله تعالى وشهداء هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر الله يرحم الشهداء جميع الشهداء اللي بسوريا ونحن معهم مع الوطن الشهداء هم الذين استطاعوا أن يصنعوا أسماء آيات الحب والفخر لهذه الأمة عسابة عيد الشهداء اللي بتمر علينا ما مننسى تضحيات شهداءنا على مر التاريخ وخاصة بهذه المرحلة الحالية الله يرحم كل الشهداء والله يقدرنا كليتنا نكون شهداء لهذه الوطن من وجهة تحية لأرواح الشهداء أرواح اللي يضحوا كرمال الحياة تستمر وتحية كمان لأبطال الجيش على السوري بالميدان والله يحمي جميع الشباب اللي هلب المعارك في سادس من أيار تتجدد معاني تضحية والإباء ليكون يوما لشهداء وعيدا لمن بذلوا أرواحهم على دروب العزة والانتصار مسطرين أروع صفحات الفخر والتضحية في سبيل الوطن وسيادته واستقلاله أهلا بكم في عيد الشهداء السادس من أيار يستذكر السوريون ما دافعوا عنه على مر تاريخهم غزاة كثور مروا على هذه الأرض لم يستطيعوا أن ينالوا من ترابها أو هوائها أو مائها فكان الثمن حياة ضفعت على مذبح السيادة الوطنية والاستقلال لأنهم نهضوا الاحتلال العثماني بالقلم تارة وبالسلاح تارة أخرى كانت ردة الفعل الطبيعية لمستعمر رجعي أن يطلقا حكم الإعدام عليهم نخبة من المثقفين والسياسيين العرب في دمشق وبيروت علقوا على أعواد المشانق في ساحتي المرجى والبرج بأمر من جمال باشا السفاح ظن أنه بهذا الفعل قد استطاع إطفاء كلمة الحق وأخمد شعلة شعب لطالما ناد بالحرية والاستقلال ولطالما قرع المستعمر بكل ما يملك لكنه ما لبث أن أدرك عكس ذلك شعب انتفض في كل مكان وأطلق صرخة واحدة في وجه المحتلة فكانت كفيلة بإسقاط الحكم العثماني في سوريا قصة عطاء سوريا قصة تضحية وفداء رواها أبطال الأمس وما زال أبطال اليوم يخطون سطورها بأحرف من ذهب حبرها دماء طهرة سالت على أرض الوطن فأثبتت للقاصي والداني عقيدة شعب جذوره ضاربة في عمق التاريخ لم يرضى الظل والهوان ولم يساوم على أصغر ذرة من تراب الوطن تجمع السادس من أيار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمغتربين السوريين في هولندا وضمن مبادرات مجلس الشباب السوري في مدينة لاهاي بهولندا ينظموا حملة لإحياء ذكرى شهداء الذين ارتقوا في سبيل الحق والقيم من نبيلة التفاصيل مع مراسلة الإخبارية السورية جودي يعقوب الأمم التي تنعدم فيها الشهادة لا يمكن أن تنهض من قبر التاريخ حيث إن أرقى النضالات تلك التي تحقق انتصارا بعد أن تتواجب الاستشهاد ونظرا لأهمية الشهادة التي تمهد الطريقة للانتصار وفي هذا الإطار نظم تجمع السادس من أيار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمغتربين السوريين في هولندا ضمن مبادرات مجلس الشباب السوري في مدينة لاهاي حملة لإحياء ذكرى الشهداء الذين ارتقوا في سبيل الحق والعز والبقاء والتفوق والعقائد الإنسانية السامية وقامت مجموعة من الناشطين والمتطوعين بعرض صور شهدائنا في الساحة العامة أمام البرلمان الهولندي وبتوزيع مناشير تتحدث عن المعايير المزدوجة وظلم الإعلام الغربي لأبطالنا وخاصة من الإعلاميين وتغييب كامل لشهدائنا الذين هم طلائع انتصاراتنا الكبرى بدي أوجه تحية إلى دم شهداء سوريا وأتمنى الشفاء للجرحة وتحية للوطن من الجيش إلى قائد الجيش إلى الشعب السوري الشريف اللي ضل إيد بإيد مع الجيش السوري عم يناضل نحن عنا شهداء غالين كتير ومنرفع رأسنا فيهم نحن من عاهد سوريا من عاهد الوطن أنه نحن رح نضن رديف للشعب السوري والجيش السوري نفتخر بشهدائنا اللي قدموا أرواحهم زكية في سبيل الوطن وفي سبيل العطاء المصمر وفي سبيل سوريا الهدف من الوقفة هو تسليط الضوء على الشهداء شهداء سوريا بالعمل شهداء من العسكريين والمدنيين لأن أسك الشهادات هي شهادة الدم لذا كان لابد من قوافل الشهداء تثر جيلا بعد جيل فلولا الشهادة والشهداء ولولا إرادة الحياة الكريمة لما انتصر شهداؤنا في ضمير المجتمع وهم بذلك رسموا بدمهم الانتصارات من أجل أن يسلم شرف أمتنا فنحن أمة تخرج الشعراء كما تخرج الشهداء لأننا أمة تحب الحياة لأنها تحب الحرية وتحب الموت مدى كان الموت طريقا إلى الحياة لذا كان شرف الأمة وعزتها أهم وأغلى من خلاص الجسد يثبت السوريون في كل يوم وأينما حلوا مدى حبهم وأيمانهم بانتصار وطنهم فلم تمنعهم المسافات من أحياء ذكر شهداء الشمس شهداء الجمهورية العربية السورية مؤكدين ثقتهم بأن سوريا أقوى من الإرهاب جودي عقوب للأغبارية السورية من أمام البرلمان الهولندي لا هاي موسيقى 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 اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غراسيموف وعنظره الأمريكي جوزيف دانفورد أكد استعدادهما لإعادة تفعيل المذكرة الروسية الأمريكية حول ضمان سلامة التحليقات في الأجواء السورية وأبدى غراسيموف ودانفورد خلال مكالمات هاتفية بينهما جرت بطلب من الجانب الأمريكي استعداد البلدين للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهما في إطار المذكرة الروسية الأمريكية الهادفة إلى ضمان سلامة تحليق طيران البلدين وتجنب الحوادث أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة في الأجواء السورية موسكو تؤكد أنها زودت واشنطن بالمعلومات المتعلقة بمذكرة مناطق تخفيف التوتر في سوريا وذلك ردا على الدعاءات المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الذي زعم أن القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الأمريكي فما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التوتر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أن مذكرة مناطق تخفيف التوتر في سوريا تتوافق مع المبادرات التي اقترحتها الولايات المتحدة بداية العام الحالي لافروف أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل بدء الجولة الرابعة من اجتماع أستنى عن الخطوات التي يتعين اتخاذها بخصوص الأزمة في سوريا موقف وكبه رد من نائب وزير الخارجية الروسية سيرجير يابكوف على المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس الذي زعمان القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التوتر الرد الروسي تضمن التأكيد أن روسيا والدول الضامنة للمذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر في سوريا زودت الولايات المتحدة بجميع المعلومات والمستندات اللازمة عن المذكرة توضيحات الخارجية الروسية والرد على التصريحات الأمريكية تأتي بعد ساعات على أعلان وزارة الدفاع الروسية أن سريان مفعول المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا لا يعني نهاية المعركة ضد التنظيمات الإرهابية في الميدان سيطرة الجيش العربي السوري على مرتفع الرجم العالي شمال جبال الشمارية في ريف حمصة الشرقي ونبقى مع هذه المشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وزيراء الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف الداخلية لواء محمد الشعاري تفقدان تنفيذ المشاريع الحكومية في مدينتي القرداحة والحفة تفقد وزيراء الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف الداخلية لواء محمد الشعار تنفيذ المشاريع الحكومية في مدينتي القرداحة والحفة وطلع الوزيران يرافقهما محافظ اللاذقية إبراهيم السالم على الأعمال المنفذة في مركز خدمة المواطن بالقرداحة حيث تم الانتهاء تقريبا من المرحلة الأولى ثم تفقد بعضها تنفيذ عمال البنى التحتية في موقع المنطقة الحرفية بالمدينة بعدها قام الوزيران بزيارة القرى المحررة بريف الحفة لمتابعة تنفيذ عمال ترميم منازل السكان فيها حيث بلغت نسبة التنفيذ في هذا المشروع سبعين بالمئة بكلفة إجمالية بلغت مليار واثني عشر مليون ليرة سورية بعدها كانت هناك زيارة إلى مدينة الحفة حيث تفقد الوزيران مخلوف والشعار مواقع تحويلة الحفة بطول أربع كيلومترات وبكلفة تفوق المليار ليرة سورية ومركز خدمة المواطن بكلفة خمسة وعشرين مليون ليرة سورية ومصرف التسليف الشعبي بالمدينة بكلفة ثلاث وثلاثين مليون ليرة سورية وزير الداخلية لواء محمد الشعار أعلن أن الهدف منها متابعة هذه المشاريع ومدى نسب التنفيذ فيها متابعة هذه المشاريع ومدى نسب التنفيذ فيها وأين وصلها رأينا أن النتائج كانت بشكل عام جيدة وممتازة من حيث لجان التتبع المحلية التي توجد في المحافظة وبالتالي تم الوقوف عند الملاحظات التي شاهدناها أيضا تم زيارة بعض أسر الشهداء في منازلهم وتم الوقوف على احتياجاتهم الحقيقة كانت جولة طويلة وبالتالي كانت مسمرة جدا وفعالة من جهته أشار وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف إلى أن الجولة بدأت بزيارة مقبرة الشهداء وبعض أسرهم بمناسبة عيد الشهداء بما له من معاني سامية في أقولي وقلوب السوريين جميعا كانت زيارة للمشاريع برفقة السيد وزير الداخلي والسيد المحافظ والرفيق أمين فرع الحزب بدءا بالمنطقة الحرفية بالقرداحة حيث يجري العمل فيها ضمن البرنامج الزمني وتزلل كل الصعوبات والعقبات أمام التنفيذ أيضا مركز خدمة المواطن تم صب السقف ويعتبر هذا المركز انتهى على الهيكل وسيستمر العمل فيه بالإكساء بعدها تم التوجه إلى القرى المحررة وأنتم تعلمون أن مكرومة السيد الرئيس بشار الأساد بإعادة ترميم المنازل لهذه القرى التي تعرضت للإرهاب رافق الوزيرين في جولتهم أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاثقية دكتور محمد شريده وأعضاء مجلس الشعب المحافظة والمدراء المعنيون بتنفيذ المشاريع ترجمة نانسي قنقر وافق بابا الفاتيكان البابا فرانسيس على استقالة الباتريارك غريوريوس الثالث لحام باتريارك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك وذكر الكرسي الرسولي في الفاتيكان في بيان أن الباتريارك لحام كان أرسل رسالة استقالته إلى الفاتيكان في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي الباتريارك لحام قال أن التخلي عن الخدمة الباترياركية هو ختام مسيرة إنسانية مسيحية كاثوليكية رهبانية مقدسة بدأت بعد انتخابه باترياركا في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 2000 إلى ذلك أعلن الباتريارك لحام أنه سيضرب عن الطعام تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هذا ويواصل نحو 1800 أسير فلسطيني خلف قطبان زنازين العدو الصهيوني نضالهم في معركة الأمعاء الخاوية تقرير خليل إبراهيم تدخل معركة الكرام التي يخوضها الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني يومها العشرين على التوالي واصلح حديث عن انضمام دفعة جديدة من الأسرى اسناداً لرفاقهم الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة السجان الصهيونية التعسفية بحقهم وتأتي هذه الخطوات في سياق شعور الأسرى بالهجمة الصهيونية الوحشية والمماطلة بعدم الاستجابة لمطالبهم الأسرى بدورهم لمحاولات كسر إضرابهم الذي دخل مرحلة الخطر الشديد في ظل مماطلة إدارة مصلحة السجون الصهيونية من تنفيذ مطالب الأسرى العادل التي كفلتها جميع القوانين والمواثيق الدولية وفي هذا الإطار حذر وزير الصحة في السلطة الفلسطينية جواد عواد من نية سلطات الاحتلال تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قصرياً مؤكداً أن هذا الإجراء يهدد حياة المضربين ويمثل حكماً بإعدامهم وفند وزير الصحة مزاعم إدارة مصلحة السجون الصهيونية بأن تغذية الأسرى قصراً هو للحيلولة دون تعرض حياتهم للخطر مؤكداً أن الخطر الحقيقي هو التغذية القصرية بما فيها من تعذيب نفسي وبدني وإمكانية تعرض الأسرى للموت ومع استمرار الأسرى في ضرابهم عن الطعام تتواصل الفعاليات التضامنية معهم حيث اندلعت المواجهات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بعدما اعتدت قوات الاحتلال على مصيرات تضامنية مع الأسرى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن واشنطن تعمل لبرامي عقود مبيعات أسلحة بعشرات مليارات دولارات مع النظام السعودي بعضها جديدة والبعض الآخر قيد الإعداد بالفعل وكالة رويترز نقلت عن المصادر قولها أن برامج شركة لوك هيد مارتن في الصفقة تشمل بضعة بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي ثاد وتصل تكلفة هذا النظام الذي تنشر مثله واشنطن في كوريا الجنوبية نحو مليار دولار وتحدثت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها عن عقود أعلن عنها في السابق أو معدات قيد النقاش منذ سنوات ومن بين الصفقات اتفاق قيمته 12 مليار دولار لشراء أربع صفن حربية متعددة المهم على خدمات المرافقة وقطع الغيار كانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت عليها في عام 2015 قنابل تلقى من طائرات سعودية وبتوقع أمريكي ليخيم الموت على أطفال ونساء يمنيين اختارهم القدر أن يحملوا عبء عدوان ظالم على بلادهم منظمة هيومون رايتس واتش وفي تقرير نشرته أكدت أن الدعم الأمريكي لتحالف العدوان السعودي تجلى بتزويد طائراته بالوقود خلال الغارات الجوية وتقديم مساعدات مهمة لنظام الرياض بما في ذلك معلومات استخباراتية وناقلات الوقود المحمولة جواً وآلاف قطع الذخيرة والقنابل المتطورة جلبت الموت للشعب اليمني لافتة إلى أن مسؤولين أمريكيين قد يتهمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن المنظمة بيّنت في تقريرها أنه تم العثور في موقع حفر بئر مياه في أرحب محافظة صنعاء على قطعة ذخيرة أمريكية الصنع تحمل علامات تشير إلى أنها من إنتاج شركة رايثون موضحة إنها المرة الثالثة والعشرون التي تتعرف فيها هيومون رايتش ووتش على بقايا أسلحة أمريكية في موقع هجوم للنظام السعودي في الوقت الذي يستعد فيه النظام السعودي للتوقيع على صفقة لشراء مزيد من الأسلحة الأمريكية بملايين الدولارات تدحدث مصادر أعلامية أمريكية عن أكبر صفقة تصدير سلاح تركي للسعودية في تطور يدل على سعي النظام إلى تنويع مصادر تسلحه في هجماته العدوانية على اليمن بعد فشله الذريع أمام صمود الشعب والجيش اليمني القوات العراقية تعلن تحرير منطقة مشيرفة في الجانب الأيمان لمدينة الموصل بشكل كامل من إرهابي تنظيم داعش وذلك بعد ساعات من تحرير حي مشيرفة الثانية ومنطقة الكنيسة ودير ميخائل تحرير معما على مصادر كل مكان تحرير من اشداء السيخ التنوية يجب بعد سعوية مواحدة على المحطة في خلية شبكة المرسلة بين أمريكي ملتوه جنف العمد منقى حقوق مع مصادر تسلح يعمرانت همغاوك في السرطان في قصص من الحسنة العديد من استعوام يجب بعد ملاد من المنزل إلى سيريكي من قまد تلديو 13 رخيط هذا وقد حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن البنتاجون يركز اهتمامه على الحرب الباردة مع روسيا وعدم إدراك التهديدات الحقيقية للأمن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أوضح أن بعض الجنرالات في البنتاجون لم يتعد إدراكهم الصورة النمطية للحرب الباردة كما أنهم لم يدركوا التهديدات الحقيقية مضيفا أن ما يميز الضباط الروس في وحدة العمليات الخاصة عن نظرائهم الأمريكيين هو العقل والحزم قالت المفاوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أن الولايات المتحدة تفقد زعمتها على الساحة العالمية في حين يعزز الاتحاد الأوروبي مواقع موغريني أضافت أن الاتحاد الأوروبي يملك إمكانية لاحتلال موقع شريك موثوق وقوي في حل القضايا العالمية الهامة موضحة أنها لمست خلال زياراتها إلى الصين والهند وروسيا مؤخرا رغبة في إقامة تعاون أوثق مع الاتحاد ليس في مجال الاقتصاد فحسب بل في مجال الأمن أيضا بما في ذلك التعاون من أجل إيجاد حلول للأزمات في سوريا وشبه الجزيرة الكورية وأفغانستان والقضية الفلسطينية طالبت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب أن يتحمل حلفاء واشنطن مزيدا من الأعباء في محاربة الجماعات الإرهابية مع الإقرار بأن التهديد الإرهابي لن يتم القضاء عليه نهائيا وتنص مساودة الاستراتيجية المكونة من 11 صفحة على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتجنب لالتزامات العسكرية باهظة التكاليف حيث أوضحت الوثيقة التي ستصدر خلال الأشهر المقبلة أن واشنطن يجب أن تكثف العمليات ضد جماعات إرهابية دولية مع خفض تكاليف الدماء والأموال الأمريكية أثناء السعي لتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب منشآت عسكرية تركية من فئة الخمس نجوم في خدمة عناصر المجموعات الإرهابية في سوريا ورئيس النظام التركي أردوغان مستمر في خطته لتحويل تركيا لأكبر قاعدة للإرهاب الدولي وعلى حساب قوت شعبه تقرير أسامة شحود كلية الشرطة التركية في خدمة الإرهاب فحكومة الإخوان في تركيا لم تعد تكتفي بتقديم المخيمات والمعسكرات بل تضع أحدث منشآتها العسكرية بخدمة عناصر المجموعات الإرهابية في سوريا خطوة وصفها أعلاميون التراك بأنها بمثابة خدمة جديدة للإرهاب ولكن من فئة الخمس نجوم كلية الشرطة في مدينة سيوس المخصصة لتدريب عناصر الشرطة التركية تتحول إلى أكبر مقر لتدريب المجموعات الإرهابية والتابعة لعصابات ما يسمى الجيش الحر يحيى تركيا يحيى أردوغان مقاطع فيديو حصلت عليها صحيفة ABC التركية تظهر مئات العناصر من تلك العصابات أثناء حفل التخرج الذي أقامته لهم إدارة كلية الشرطة التركية قبل أسابع قليلة الصحيفة التي نشرت الفيديو وصفت تلك المشاهد بالفضيحة المخزية فبدلا من أن تكون تلك المنشأة مخصصة لتدريب عناصر الشرطة التركية تحولت لتدريب الإرهابيين وعلى حساب الضرائب التي تفرضها الحكومة على الشعب التركي الذي ضاق ذرعا بتصرفات حكومة بلاده التي تدعم الإرهاب على حساب قوته اليومي الصحيفة أضافت أن تخريج هؤلاء الإرهابيين تحت صورة أردوغان لها معنى كبير ودليل واضح على أن كل تلك الإجراءات غير القانونية تتم برعاية مباشرة من رئيس النظام التركي رجل طيب أردوغان وفي ختام هذه الساعة الأخيرة التذكير بأبرز ما جاء فيها في عيد الشهداء تاريخ تضحيات يتجذر في الحاضر ومسيرة عطاء لا تنضب الجيش العربي السوري سيطر على مرتفع الرجم العالي شمال جبال الشومرية في ريف حمص الشرقي القوات العراقية تواصل عملياتها في مدينة الموصل وتحقق مزيدا من التقدم بمواجهة إرهابي داعش شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله شكرا للمشاهدة